مشاهد مثيرة تنتظرنا في حلقة الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفرف في الموسم الجديد من مسلسلنا والذي من المقرر أن يبدأ في عشرين سبتمدر على أقصى تقدير يبدل فريد من ناحية قصار جهده لإبقاء سيرا على قيد الحياة بعد أن علم بمراضها ومن ناحية أخرى فريس أغا يبدل قصار جهده لمعاقبة كل من يريد تعطيل سعادة عائلة كرهان وعلى الرغم من معاناتهم الشديدة إلا أن عائلة كرهان ستتمكن من الوقوف على أقدامها مرة أخرى بفضل ما فقدوه وسوف تستمر في الحفاظ على موقفها القوي من ناحية أخرى سيقول فريد أن هناك تعويدا لكل شيء في الحياة لكن لا يوجد تعويد عن الموت على الرغم من أننا كنا غاضبين من خالص آغا طوال الموسم إلا أن هناك حبنا جميعا بعد ما فعله في نهاية الموسم في الموسم الجديد سيواصل خالص آغا ابقاء كرهان على قيد الحياة بموقفه القوي وسيبذل قصار جهده لضمان أن لا يفقد فريد الأمر في سيران ولو لرحظة واحدة ورغم أن إنهيار سيران المفاجئ لا يعني أنها ماتت إلا أننا نأمر أن تستمر سيران في الموسلسل في الموسم الجديد مع العلم أن الأدوار الرئيسية لا تموت في الوقت الحالي لكن في ذلك المشهد الذي تغمى فيه سيران هو تنهار أتمنى لو ظهر شخص عاقل وحاول نقلها إلى المستشفى بالسيارة بدلا من انتظار سيارة الإسعاف عندما يذهب فريد إلى المستشفى ألا يحصل على إجابة تفيد بأن الوقت قد فات للأسف فقدنا زوجتك